أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب قائمة اللاعبين المستدعين للمعسكر الداخلي في محافظة عدن استعداداً لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المزمع انطلاقها نهاية نوفمبر المقبل في مدينة إربيل العراقية وضمت القائمة الأولية عدد 41 لاعباً معظمهم ممن شاركوا في بطولة كأس العرب التي أقيمت بالقاهرة قبل أربعة أشهر بالإضافة لعدد آخر من اللاعبين من مختلف أندية الجمهورية كما سينضم للمنتخب في وقت لاحق اللاعبون محمد بوتشي عماد الجديمة محمد البطول بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في التصفية الأسيوية بالدوها واللاعبون المستدعون للمعسكر هم الأسماء التالية أحمد جلال محمد زيد أبو بكر إيهاب السيد أبو بكر أحمد أحمد السوادي أحمد حسن مرشد أنيس عبدالغني محمد الأصباحي بسام عبدالله محمد الزهيري بسام فريد محمد صالح جمعان فهيد جمعان جميل جمال الدبعي حسن إبراهيم عياش حسن محمد الكوماني حمزة أحمد محروس أحمد عمر مبارك بادريك زكريا أحمد علي الطفطوف شدوان سند صالح عبدالله عاصم محمد الشبيبي عبد الرحمن عادل الشامي علاء الدين عوشة علي علي محمد الماس عمار عبدالله محمد نعمان عمر عبدالله يحيى القهالي عوض مصطفى عوض فيصل أحمد المعروفي قاسم حسين أحمد الشرفي محمد راضي وديع محمد صالح قاسم أبو حدش محمد عاصم أو محمد عصام رزق العوامي محمد علي حسين حيدرة محمد ناجي محمد القشمي محمد يوسف مهدي الأحمدي معتصم علي الجرموزي مهند علي محمد الجراش ناصر محمد ناصر أبو بكر نايف علي مشهور الجيشي نبيل عادل عبدالكريم الطشي نواف عادل عبد سعد عبدالله هارون إسماعيل محمد هشام أحمد أبكر بلابل واصل عوض مبارك وزير سعيد الجوني وليد خالد بن وثاب إذن مشاهدين ومتابعين الكرام كانت هذه هي الأسماء اللاعبين الذين تم استدعاهم إلى معسكر عدن للمشاركة في البطولة يشرفني ويسعدني كثيرا قراءات آراكم وتعليقاتكم عن هذه الأسماء هل هناك أسماء أخرى كان يفترض على الأخ المدرب أن يضيفها إلى القائمة لحظهم من المشاركة في تمثيل المنتخب أجمل تمثيل